قلناه وقلناه ما هو المولد السنايخي صحيح هو بشي يكون في بلاس أخرى ماش في ولاية القيروان لي 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 مشكلة المولد ما يكون كام في القيروان وما يكون عنده طعم كام في القيروان ونحن أوني لا باش المولد يكون في القيروان ويكون خير من الدورات السابقة وكل عام يلزم يتطور بنسخة جديدة وبتصور أكبر وباحتفالية تكون هنا في مستوى ولاية القيروان وتاريخ ولاية القيروان مش مش نحكيه على أن المولد بشي يكون خارجل هذا لا سبيل إليه المولد اللي السناي بالعكس الاعتمادات الاستثنائية أنا الراها اللي ترزدت السناي تأكدوا أن المولد بشي يكون محطة ثقافية عربية دولية كبيرة تعرف بخصوصية القيروان هوية القيروان الهوية المحلية للقيروان خلافا للجهة الأخرى محطة احتفالية دينية كبيرة سياحية ثقافية مستعدين كما يلزم إن شاء الله عنا الجلسة الرسمية وهذا دخلنا احنا في ماراتون متع جلسات لكن من انتلاق المنهار الاثنين ودخلوا في البرنامج حاضر اليوم الترويجي حاضر هي فرصة كذلك اليوم الترويجي روى كنخرج ونمشي والشارع لحبيب بورغيبة والتونس العاصمة موش معناها احنا نحبو نهزو المولد خارج القيروان لا اما نحبو نهزو خصوصية القيروانية الهوية القيروانية ميزة القيروان حبو نقدموها للناس شوفها وهو اليوم الترويجي هذا هو اليوم الاعلامي والترويجي للمنتوج القيرواني للصناعة التقليدية القيروانية الحرفيين القيرويين هذا فرصة لهم لقدموا إنتاجاتهم ومنتجاتهم وهو يوم ترويجي للمهرجان ككل وليس الغاية منه أن نزول المهرجان إلى جهة من جهة الأخرى لا هذا ليس بالإلهي هذا ليس معقول مرة أخرى سمعتوا اليور في ولاية القايروين ما خرجوه بعض الأطراف قالوا بشيزول بلاس أخرى هذا اللي جابت الثانية وزدنا أكثر منك هاي قديش فلوس قديش انتم مشتدعموه المولد النبو الشريف كماندو بيت سياحة هذه جابتوا لليوم شكرا على الاستضافة بالنسبة للبكانيات المالية المرسودة للمهرجان هذه المساهمة بتاع وزارة الثقافة هي 130 ألف دينار 50 ألف دينار هو اعتماد مالي في شكل منحة للفائد جمعية المهرجان 60 ألف دينار عروض مدعمة عن طريق إدارة الموسيقى والرقص و20 ألف دينار تدخل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقايروان يعني الاعتماد الجملي من مساهمة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية هو 130 ألف دينار هذا فضلا عن مساهمة المؤسسات الأخرى اللي روا في الحقيقة المؤسسات هذه روا كنت حصلوا احنا على منحة ولا على حاجة روا كلها بعنوان المهرجان ثم اعتماد ب 15 ألف دينار من ولاية القايروان اعتماد ب 15 ألف دينار من بلدية القايروان وكذلك تدخل وزارة السياحة ب 60 ألف دينار لخوف على المهرجان من الإمكانيات المادية والمناسبة نتوجه بالشكر لكل الأطراف التي تدخلت وكانت حريصة على نجاح هذه الدورة وإن شاء الله بش تكون في مستوى انتظارات كل أهالي القايروان وزوار ولاية القايروان بمناسبة الدورة الدولية الأولى لمهرجان المولد النبي والشري نعتذروا لنسلكل لهذا مندوب الثقافة اللي كان يأكد أنه يعاود أنه المولد بشيقعد في القروان وأنه 130 مليون هي جزء من الاعتمادات اللي بشدعموا بها لاحتفالات هذية بسيد مندوب الثقاف وسؤالنا زعم السنة فما بعض العروض الجديدة وكيفش بش نعرفه خاصة بخصوصية الجهة في المولد النبي الشريف ما هي هو محطة كما ذكرنا اقتصادية سياحية كبيرة برشا اللي بش تستقطب عدد كبير من الزوار وهذا يعنيها من تقاليد المولد النبي الشريف بالقايروان مرح باب زوارنا مرح باب ظيوفنا مرح باب بهم في القايروان وعاصمة الثقافة بها المناسبة نتوجه لكل المواتنين في ولاية القايروان وهذا ليس غريب على القراوة أننا منذ مذياثين وسبق وجاتنا ضيوف من كافة نحا العالم للقايروان واخذوا انتباع إيجابي ثقافيا نحضرين برنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الثقافية والعروض الموسيقية لكي نحاولوا نمسوا أكثر ما يمكن من نقاط داخل مدينة القايروان خلنا حتى المدينة العتيقة باب الجلدين الساحات الكبرى بالقايروان لذلك برمجة الغاية منها هي احتفالية بمناسبة المولد والترويج للخصوصية القايروانية السياحية والاقتصادية فما زعم سني عروض من دول أخرى ولا المهرجين بشيكون تونسي تونسي بامتياز؟ فما عروض من دول أجنبية من الجزائر من المغرب من ليبيا ما زالت دولة أخرى لم تؤكد المشاركة إذا كانت أكدت المشاركة نعلمكم أو يعلموكم حتى ممثلين عن إدارة المهرجين بجمعية مهرجين المولد فما تقريبا مشكون من ثلاثة الأربعة دول مشاركة في الدورة الدولية الأولى هذا فضلا عن العروض المعتبرة الكبيرة كما الحضرة الفاضل الجزيري كما عرض المدحى كما العرض القايرواني كيف كيف اللي بيشارك معنا مع مجموعة أخرى من العروض اللي تعتبر عروض في مستوى عالي جدا خاصة على مستوى المضامين العروض هذه وعنا عليها فكرة واتلعنا عليها حتى أقبل برمجتها وأنها تكون في البرنامج الرسمي للمهرجين هذه نسخة دولية أولى تتطور نبنيو عليها إذا كان فهمنا قائس نتفديوها فهمنا جلسات ديجاء نظمناها وكان عنا لقاءات دورية مع جمعية المهرجين كيف نوسع هذه الجلسات مع الأطراف الأمنية والسلطة الجهوية والبلدية التي ندخلها عملياً في الاستعدادات الرسمية للمهرجين والذي نقوم بها أن يكون في ظروف طائبة وأن ينجح خاصة من جانب الثقافي والسياحي والاقتصادي أحنا عملنا برشة تحديات كسبنا ثقة الناس والريهان وهذا ما ينجم كان يزيدنا أنه يسجعنا والمولد بيش ينجح بيش يكون عنده نجح كبير برشة وبيش يستقطب زوار للقايروين معناها سناء استثنائيين إن شاء الله سيد نجيب الكسراوي ملدوب الثقافة بالقايروين اللي كان أكد أنه مش يكون فهمه سناء في القروين بصيغة دولية أربعة دول ثلاثة دول بيش يكون تأكد لها مشاركة متاحة و130 مليون هي قيمة المساهمة في المولد النبوي الشريف